بتجرب دائماً ترسل سيرتك الذاتية للشركات شركات الشغل أنت عندك المهارة مالتة شغل أنت تقدرسه ويمكن أنت أصلاً أحسن من هذا الشغل لكن الشركات ترفضك كل مرة ترفضك ما يجاوبوك ما توصل المقابلة والسبب أنت ما تعرفوا ليش هم مدى يرفضوك فبهذا الفيديو حشرحوا إياكم الشركات شلون يختارون الناس شلون يشوفون سيرتك الذاتية وليش مدى يجاوبوك لما أنت تقدم لهم أول شيء أهلاً ومرحباً بكم في القناة وياكم إيهاب النقيب Principal Architect استشاري أقدمي بتقنيات العمل الحديث تقنيات العمل عن بعد من مايكروسوفت بدأت أكاديمية أونلاين اللي هي Cloud Apps Mastery صار أكثر من سنة الآن وعبرنا المية وخمسين طالب بتقنيات SharePoint للعمل الحديث وأيضاً لإتقان مقابلات العمل الحديثة الآن ما يتطلب السوق غير عن قبل السيرة الذاتية الحديثة ومقابلات العمل الآن تختلف تماماً عن السنوات السابقة بناء على طلبكم بمناسبة Black Friday الأول عشر طلاب أكبر عرض وخصم لدورة SharePoint Online ودورة كتابة السيرة الذاتية الحديثة لا تفوتك هذه الفرصة المحدودة الكود والتفاصيل بصندوق الوصف فبهذا الفيديو أريد أشارك وياك ليش الشركات مدى يجاوبوك لما نتقدم بسيرة ذاتية طبعاً إذا تريد تحترف بهذا المجال وتضمن بأن أنت حتكون منافس عالي وأنظمة الذكاء الاصطناعي تستفاد منها شلون تصرف بمقابلات العمل شلون تقنعهم بأن يختاروك أنت ليرر عن منافسيك هذا طبعاً شي تتعلم بالدورة لكن بهذا الفيديو أيضاً سأقدم لك معلومات تفيد الكل اللي يشاهدون الفيديو الشطلة المهمة اللي أنا دا أشوفها يعني عند الطلاب والناس اللي أشوف سيارتهم الذاتية مدى يعرفون يوصلون المهارات مالهم شنو مدى يعرفون يربطون المهارة بالخدمة فهي تأول شي لازم السيرة الذاتية مالتك تكون يعني تعرفها HTML لسا أنا حقول شطلات بسيطة مثلاً نفرض تمطور تعرف HTML شنو تمسوي بـ HTML تكتب أسوي فونز أسوي صفحات رسبونسيف بغض النظر أنت تشتره من البراوزر من الفون من الآيباد أسوي براندد بلوغز بالـ HTML ساندانطي أمثلة يعني على الـ HTML لنفرض أنت تعرف عربي إزي أنت العربي ما لك شنو تقدر تقول عربي بحيث أسوي voiceover أوصف المنتجات ألقاء أمام الكاميرا إلى آخره يعني أنت تقول إذا الوظيفة تطلب عربي أنت شون منستعمله تقول مثلاً أنا أشتغل ويناسب مجالي تطلب الكلام بسرعة وترجم ترجمة فورية مثلاً يعني الفكرة أنه أنت هاي المهارة ما أخذه شلون تطبقها وشلون تسوي فائدة هاي أهم شيء يكون موجود بسيرتك الذاتية أنا أعرف بسه إحنا أثلب شيء التركيز بأنه شون توصل للسيرة الذاتية الإنسان حقيقي لكن غلط إحنا نركز بس على أنظمة الأي تي اس وما نركز بأنه شنو حيصير بعدياً بالسيرة الذاتية لما نتوصل فلازم تكون هناك موازنة بين الأثنين يعني أنت ستقول لي زين ماني عندي مهارات هواية سيرتي الذاتية التنملي أوكي مو مشكلة أنت شنو تقدر أسوي يعني هي ترى الآن السيرة الذاتية سابقة نقول لك بس صفحتين وقبلها صفحة وحدة هسا تلا يعرف الموضوع حتى له ثلاثة أربع صفحات مو مشكلة إذا كان بمعلومات تستحق لأنه يساعدك بالأي تي اس يضمن المعلومات للإنتحات ولكن ما أتشعب الموضوع ركز على المهارات اللي تقدر تمليها بالمعلومات اللي هي شنو خدمات تقدم شون مستعملة وتقدر تحط جدول تايبل بالسكلز مالتك كلها فأنت هم مش راحت وهمي أن أحاط السكلز حتى يشوفها نظام الذكاء الإصطناعي أو الأي تي اس لازم تشوف الكي ووردز الموجودة بالوظيفة الإعلان فأنت هسا حنطيكم تيب مجانية تقدرون شنو تسوون طبعا أنا كلها حطوة بحطوة مسويها بالدورة تستعملون أنظمة الذكاء الإصطناعي مشصصة للعمل تحلل لكم الوظيفة وشلال لخ مو بس تحلل الوظيفة تحلل الشركة فش حتسوي حتطيك كلمات أساسية رئيسية تناسب هذي الشركة وتناسب هذي الوظيفة أنت ش تسوي يا عزيزي تأخذ هذي كلمات تحطها بطريقة ذكية داخل سيرتك الذاتية داخل سيرتك الذاتية فهنا شنو يجي عندنا يجي القانون المهم اللي أنا أقوله اللي أنا مسوي هذا الفكرة أنا مواتلها من أيام التهذية كانت أكو نظرة يقول لك 80% تهذية 20% تمرين فهذا القانون لـ 80-20 أنا طبقته على سيرة ذاتية شون بأنه بأنه لازم عندك على الأقل 30-20% بسيرتك الذاتية تحور وتغير الكل وظيفة أنت تقدمه فهي هنا أنت ومهارتك بعد إحنا حنسوينا التحليل وسوينا التغيير بهذه الأماكن أنت أماكن عندك ثابتة شهادتك ثابتة ما حدد غير الناس المشترات لوعدهم ثابتين لكن بعض الشرات وبعض المشاريع اللي أنت مسوية في هاي الشركات ممكن نجيرها ممكن نحدثها ممكن نحورها فأنت تحط أماكن بكل صفحة أنه هاي الأماكن تتجير لكل وظيفة بناءً على البحث وبناءً على الكلمات الرئيسية اللي إحنا لقيناها الشظلة الأخرى المهمة اللي أدلبكم مع الأسف ما يسويها صح هي عدم استعمال براند بناء اسم لكم في مجالكم وتطوير يرحل أسأني طلاب عندي من أريد أوظف أحد أعرف بالضبط لما نروح ليش؟ أعرف منه يعني هاتكلم صراحة أعرف منه المؤدب أعرف منه اللي يجاوب على الوقت أعرف منه اللي يتعب ويحاول يتعلم أعرف منه الشخصيته يعجبني أتعامل وياه عندي نتورك حلقة أنا أقدر أستفاد منها كشخص أوظف لكن شون أنت تستفاد كشخص ستريت تتوظف تستعمل السوشل ميديا لكن الأهم لينكتين ومن أقول تستعمل لينكتين طبعا البانار الوصف الصورة يعني كل شارحة بالتفصيل بالدورة هذا كل لازم يكون مضبوط التعريف مضبوط الانترست الاسكيلز لكن ما تكتفي بهذا وما تكتفي بس بالبوستات لازم تتفاعل تتفاعل بطريقة مو سبام بطريقة تسأل سؤال بحيث يجيك جواب يعني أنا ذاكي اليوم كتبت تعليق ونصيحة الواحد سينيار برودكت مانجر بمايكروسوفت تمام جاوبني النيتورك مالتي يجتني إضافات كل ناس سينيار بمايكروسوفت لأنه شافوا علقلي وشافوا بيني وبينا تفاعل شافوا حساب إضافوني هسه هذه إضافة بس بالمستقبل يجوز يقولون يجوز لدينا فرصة إليك عندنا مشروع عندنا كذا ناس مهمين البوستات مالتي اللي أحطها الآن هذول الناس يشوفوها أنت ابني بهاي الطريقة هس الآن مثلا بالعراق دور شوف الشركات اللي تعلن وظائف باحتصاصك بلينكتن وحتى لو ما تقدم على الوظيفة فاعلوا يا الناس اللي يشتظلون بهاي الشركة أنا كلها شارحة بالدورة تفاعلوا إياهم بعدين ينظيفهم يعرفوك إذا جدت وظيفة دزل المسج دائرة كتقول لها يا بكذا هاي الوظيفة مناسبة مناسبة إلي دزلك سيرة ذاتية تنصحني كذا هاي بعد أنت التسعين بالمئة حتجيك فرصة أحسن ما أنت تقدم دون ما يعرفوك لأن إحنا بشر بالأخير هاي الأنظمة وهاي البروستس كلها وراها ناس الإنسان يحب يفضل الشخص اللي يعرفه و يقلق من الشخص اللي ما يعرفه حتى أنت أنت الآن إذا تريد تفتح شرلة توظف واحد تثق بي وتعرفه ومتأكد من كفاءته لو واحد لا تعرفه لا سامع بي بس تقرأ عن ورقة يجوز يطلع واحد عصبي يجوز يطلع كذاب صح ولا لا فالبيرسونال براند مهم جدا فالآن يعني الفيديو حتى ما أطول إشقصار أن حصار عشر دقائق تقريبا هاي الأمور البسيطة كبيرة إذا طبقتها حتي بدي تشوف نتائج مهمة وهاي الأمور ما تصير بيوم ويومين يعني يرات تستثمر بنفسك بين الشهر وثلاثة شهر تستمر بيها وقد قوني حتشوفون نتائج مختلفة تمنى لكم التوفيق رب يوفقكم تحياتي